مرحبا بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من دهنك المخادع على قناة إجهر دهنك المخادع هو الكتاب الذي كتبه ستيفن نوفيلا عن الدليل العلمي لاكتساب مهارات التفكير النقدي اليوم رح يكون الفصل العاشر واللي هو ضعف القدرات البشرية في عمل حساب الاحتمالات والأمية الرياضية ليش احنا عندنا مشكلة بالرياضيات فلنبدأ على بركة الجلدة يقول ستيفن نوفيلا كم مرة تساءلت أو قلت لنفسك ما هو احتمال أن يكون شيئا ما صحيح كنت تفعل على حدث يبدو لك غير معقول الحدوث ومن ثم حاولت أن تجد تفسير أو معنى لهذا الحدث لأن العشوائية أو الصدفة المحضة لم ترقاني لك يعني قلت لنفسك أن من غير المعقول أن يحصل هذا الشيء وأنه لابد أن يكون وراءه معنى أعمق وهذا ما قاد الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه لابد أن للأرقام ذاتها بعض المعاني الروحانية ونراه ظاهرا فيما يسمى زورا وبهتانا بعلم الأرقام وأسرارها السحرية عند دراسة الدهن البشري يتبين لنا أننا سيئين جدا في القيام بعمل حساب الاحتمالات فأدمغتنا جيدة جدا للقيام بمهام معينة كالتعرف والمقارنة بين الأنماط التي تطرقنا لها بالمحاضرات الأولى التي اسمها العلمي pattern recognition وأمور أخرى كثيرة لكننا طبيعيا نواجه مشكلة عويصة عند تقدير احتمال حدوث الشيء وخصوصا عندما نواجه الأرقام الكبيرة والظاهر أنه تطور لدينا أحساس داخلي لكيفية التعامل مع الأرقام الصغيرة مثل رقم 4، 5، 6 مثلا أي ممكن أن نجد لها إجابات بصورة سريعة في أذهاننا دون مسك الورقة والقلم ووضع المعادلات لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع الأرقام الكبيرة إلا من خلال اللغة التجريدية بالرياضيات أي من خلال عمل نماذج رياضية لها وهذه تسمى بالأمية الحسابية أو enumeracy وهي قد تقودنا إلى عدد مهول من الانحيازات المعرفية بسبب العيوب التطورية لدينا في الأسس التي تعتمد عليها الحسابات الاحتمالية فعلى سبيل المثال نحن نفتقد الإحساس بالصدفة الصدفة تبدو غريبة لدينا أي عند حدود شيئين بصورة متلازمة فنحن سوف نلاحظ ذلك جيدا لأن ذلك يحفز لدينا نوع من أنواع الانحيازات المعرفية التي تحدثنا عنها بالمحاضرة السابقة فنقدر أن حدود الحدثين مع بعض هو أمر بعيد الاحتمال إن لم يكن محال وهذا ما قاد البعض إلى الاعتقاد بأنه لا توجد صدف وأن كل شيء يحدث لسببنا وأن من يرجع حدود شيء ما للصدفة وحدها هو إنسان سطحي قد كثيراً ما نسمعها أنت إنسان سطحي لا تمتلك أي عمق بالتفكير وهذا نوع آخر من الانحياز المعرفي النابع من حاجتنا بأن يكون لكل شيء حولنا بالعالم معنا وعمق وليس أمر أشوائي هذا التحليل السادج في الواقع يتجاهل كل المرات التي لا نلاحظ فيها عدم حدوث هذين الشيئين مع بعض فلك أن تتصور عدد المرات التي نسمع ونرى ونحلم فيها بآلاف الأشياء كل يوم وأن حدث أن بعض الأمور من التي جربناها بأحاسيسنا أو مستقبلاتنا الحسية تلازم وجودها بالصدفة المحضة فاحتمالياً سيكون هذا الأمر وارد فقد تحلم بصديق لم تره منذ عشر سنين ثم يتصل بك باليوم التالي فلو أبعدنا عامل الصدفة فهذا سيبدو غريباً بالنسبة لنا لكنه وارد ماذا لو كان حدوث مثل هذا الأمر شيء محال أي قد يكون الصديق متوفي مثلاً عندها فقط سيكون الأمر غريباً بالفعل وبالتأكيد سيحتاج لبعض التفسير شخصياً لدي صديقة مقربة إلى قلبي أعرفها منذ سنوات المراهقة وبعدت بيننا الحياة والأيام هي من نوع البيتاوي وإذا لم تتصل فيها فلن تقوم هي باتصال معك وهذه طبيعتها وكلنا نحن صديقاتها يعرفون ذلك أحياناً أفتقدها وأقوم أنا بالاتصال وقبل أن ترد علي أكاد أجزم أن أول جملة سأسمعها منها هي سبحان الله أنا البارحة حل ما نفيك فما هو احتمال أن تحلم بكل ليلة وأقوم أنا بالاتصال فيها باليوم التالي ما لا نستطيع كبشر أن نتصوره أن قوانين الأرقام الكبيرة تجعل الصدف التي تكون من هذا القبيل أي أن أتصل بالصديقة بعد يوم من حلمها به هو أمر حتمي الحدوث وليس فقط احتمالي كيف؟ عدب الشعور بالصدفة يتجاهل حقيقة أن هناك الأعداد الكبيرة من الناس في العالم فعلى سبيل المثال إن كانت المدينة يسكنها مليون شخص فنسبة حدوث الصدفة بمعدل المليون إلى الواحد هو أمر حتمي الحدوث لشخص ما كل يوم وقصص كهذه التي نسمعها كقصة صاحبة أو صاحب لك تصل باليوم التالي الذي حلمت أو فكرت به هو أمر معقول ومحتمل الحدوث وقد يبدو لك ذلك وكأنه مؤشر لمعنى أكثر عمقاً للواقع وهذا ما يجعلها تنتشر بيننا وكأنها أمور غريبة لأننا نسمع أو نحب سماع القصص الغريبة تكلمنا عن مغالطة اليانصيب بالمحاضرات السابقة وهذه المحاضرة من مغالطة تظهر مدى ضعفنا بالحسابات الاحتمالية وقلنا أننا نميل إلى إلقاء الأسئلة الخاطئة فنقول مثلاً ما هي احتمال أن يكسب محمود في اليانصيب والاحتمال هنا وبهذه الصيغة من السؤال هو واحد إلى مئات الملايين أي جداً جداً ضئيل وإن فاز محمود في هذا اليانصيب فنحن لا يمكننا أن نتصور أن ذلك حصل بمحط الصدفة لأن الواحد بمئات الملايين لا يمكن أن يكون بالصدفة هنا نحن لا ندرك أن صيغة سؤالنا هو ما جعلنا نخطئ بحساب الاحتمالية فالسؤال كان يجب أن يكون على هذه الصورة ما هو احتمال أن يكسب أي شخص باليانصيب عندها سيكون الجواب شخص واحد في كل أسبوع يتم به السحب وهذه الأحصائية يتحتم بها أن شخص ما سيكون فائزاً كل أسبوع وهذا الشخص ممكن أن يكون أي واحد اشترى ورقة اليانصيب بما فيهم محمود هذه المغالطة لها علاقة بضعفنا التطوري في فهم قوانين الأرقام الكبيرة فنحن يصعب علينا فهم ما يحصل بتحليل الاحتمالات بصورة طبيعية عندما نجابه الأرقام الكبيرة فلو سألتك مثلاً ما هي احتمال أن يكسب محمود بليانصيب مرة أخرى هنا سيبدو لك الاحتمال وكأنه صار ضئيلاً أكثر منذ قبل أي سيصبح واحد لكل مئات الملايين أس تربيع لكن لو وضعنا بعين الاحتبار أن كل هؤلاء الأشخاص الذين اشتركوا باليانصيب قاموا أيضاً بشراء أوراق اليانصيب للمرة الثانية واشتركوا بالسحب في جميع الأوقات فاحتمال فوز محمود للمرة الثانية هو بالوقع جيد بل هذا يحدث بصورة دائمة في حياتنا بالواقع فعلى سبيل المثال السيدة فالري ويلسون والتي كانت تعمل في مطعم بجزيرة لونغ آيلد كسبت المليون دولار مرتين عند شراءها ورقة اليانصيب بأوقات مختلفة وعند عمل لقاء معها بمجلة نيوز دي قالت عندما كسبت اليانصيب بالمرة الأولى فأنا لم أستطع أن أصدق ما حدث لكن عندما كسبت المرة الثانية عرفت بأن الله معي أي أنه مد لها يده الخفية فما حصل لبالري بدأ غريبا وقادها للاعتقاد بوجود معنى أكثر عمقا لما حدث عندما كسبت اليانصيب مرتين وكان صعبا عليها أن تفهم بأن هذا ممكن أن يحصل بالصدفة المحظة عند التعامل مع الأرقام الكبيرة وهذا ما يجعل الكثيرين مننا يجد صعوبة في نظرية التطور لكون التطور حدث على سنين طويلة وأذهاننا لا تستوعب الأرقام الكبيرة وأنا بعد هذا رح أحط لكم شوية سلايدات أو شير سكرين علشان ننظر إلى بعض هذه الأرقام الكبيرة وكيف لانس أو ممكن أعملها الآن ممكن أعملها الآن أوكي خلا أشوف على أساس مدام نحن موجودين هنا خلا أوكي كيف أعمل شير سكرين تحت روبي تحت أوكي أوكي خلا أول شي أسوي شير سكرين بعدين أروح لهادي شير سكرين أوكي أنا أعملها أوكي بعض عندي ما باين أنا سويتها تنبين لا لا عندي ما بعد أنت لازم تكتبي له أوكي شير سويتها أوكي بعدين تظهر عندي سويت له ما ظهر عندي شي أوكي خلا نخليح ألا بعدين على أساس لا نطيع الوقت مو مشكلة أوكي أوكي في أمريكا قام شخص يعمل في مجال الأحصاء شنو هذا في أمريكا قام شخص يعمل في مجال الأحصاء بجامعة فردو باسم ستيفن ساميون سوري ساميون بعمل حساب لعدد المرات التي كسب بها الشخص في اليانصيب مرتين بأمريكا على مدار أربعة أشهر وكانت النتيجة التي خرج بها هي شخص واحد لكل ثلاثين شخص ووجد أيضاً أن الاحتمال صار أفضل عند الحساب على مدى سبع سنين وهذا يطابق فرضية أن هذه الصدق في الواقع تحدث أي أن يكسب الشخص اليانصيب مرتين أو أكثر وهو أمر وارد ولا يحتاج لتدخل سحري ما يحدث باليانصيب ممكن أن يحدث بأمور أخرى كثيرة في حياتنا اليومية فعلى سبيل المثال لو سألتك ما هو احتمال أن يصاب شخص ما بمرضين نادرين في نفس الوقت فقد يبدو لك الأمر غريباً وفي الواقع هذا ما يحصل مع كل الناس بما فيهم الأطباء أنفسهم يقول المؤلف بأن أحد زملائه من الأطباء ذكر له مرة بأنه لا يصدق أن أحد المرضى الذين كانوا هم أثنان يتشاركان بعلاجه ممكن أن يكون مصاباً بمرضين نادرين جداً أي أن زميل المهنة قدر أن يكون احتمال حدوث ذلك ضئيل جداً بل ذكر أن ما يحدث هو بمعدل واحد في كل مليون شخص واضعاً بالاعتبار معدل حدوث هذين المرضين ولم يكن هذا الزميل يعي بأنه بالواقع كان يسأل نفسه الأسئلة الخاطئة عندما عمل التقدير وأنه ارتكب مغالطة اليا نصيب فالسؤال الذي كان يجب أن يسأله هو ما احتمال أن يصاب أي شخص بأي واحد من هذين المرضين النادرين بالطبع هذا سيكون الاحتمال أكبر بكثير بل سيكون حتمي الحدوث وبصورة دائمة فهناك دائماً شخص ما سيصاب بأحد هذه الأمراض ولو كان ذلك غير وارد ما كان سيكون هناك مرض بهذه الميزة أصلاً وطبعاً هؤلاء المرضى سيزورون الأطبة لكي يحصلوا على العلاج وعليه فمن الطبيعة أن يرى الأطبة وبصورة دائمة بعض الأمراض أو المرضى الذين يعانون من مرض نادر أو أكثر أن يرون يعني نفس المرض أو مرضاً واحد النادر أو أكثر في نفس الشخص هذا كله يكون من بعه الانحياز التوكيدي لدينا وهو كما ذكرنا سابقاً له تأثير قوي على تفكيرنا أو طريقة تفكيرنا فلأننا نعتقد شيئاً ما أو قد نكون مررنا بتجارب خاصة فنحن سنتقبل كل حادث مماثل كتأكيد لهذه الاعتقادات لكننا لا ندرك بأننا ننتقي بين التجارب الكثيرة في حياتنا فقط تلك التجارب التي تؤكد على هذه الاعتقادات وهو كذلك جزء مما قمنا بالتطرق إليه بالمحاضرات السابقة عندما تكلمنا عن استكشاف ما هو متوفر لدينا أو availability heuristic وذلك لأننا نبحث عن الأشياء المتماثلة من تجاربنا الشخصية فنقوم بالافتراض بأن هذه الظاهرة لا بد أنها شائعة وأن ما يطبق على تلك التجربة لا بد أنه يطبق على كل حدث مماثل وهذا ما يجعلنا نستهيم كثيراً عند تقدير احتمال أن ما حصل لنا كان أمراً أشوائياً ومثال جاء على ذلك نجده عند من يدعون أن لديهم قدرات سحرية برؤية الغيب والطالع فهؤلاء يستخدمون ما يعرف علمياً وهذا سؤال أحد اللي كانوا بالشات في المرة الماضية سألوني عنه وهنا يوضحه المؤلف بطريقة أفضل اللي يستخدمون هؤلاء الذين يرون الطالع شيء يسمى علمياً باسم القراءة الباردة والقراءة الباردة هي وسيلة يعرفها جيداً كل من يقوم بعمل الألعاب السحرية على المسرح من أجر الترفيه وخفة اليد ويدركون أنها تقنية ممكن أن يتعلمها أي شخص كما يمكن أن تستخدم بصورة لاواعية وبغض النظر عن الأدوات التي يستخدمها قارئ الطالع يعني لو كانت هذه الأدوات كروت التارو أو مخلفات فنجان القهوة أو ألياف الشاي أو حتى قراءة الكف أو الأبراج أو حتى فال حافظ للي يقرؤون الفارسية فالوسيلة التي يتبعها قارئ الطالع هي تقنية القراءة أو تسمى بتقنية القراءة الباردة أو على الأقل شيء مشابه كثيراً لهذه القراءة هذه القراءة تعتمد وبصورة جدرية على الإنحياز التوكيدي لدى الزبون فقارئ الطالع سيلقي عليك جمل كثيرة وسيعول عليك في أن تنتقي وتتذكر منها فقط الجمل التي تؤثر بك وأن تنسى كل ما لا يؤثر بك وهو يعلم بأنك ستحاول أنت لا شعورياً ربط هذه الجمل التي هو ذكرها فطبقتها أنت وبصورة لا واعية على نفسك لتأخذها كتأكيد على صحة شعورك وإحساساتك الواقع هو أن كل العملية الصعبة في تقنية القراءة الباردة تكون بالواقع ملقية عليك أنت وليس على قارئ الطالع فأنت من يبحث في الذاكرة لترى ما يهمك من الأمور الشخصية وتعمل التوصيلات بينها وبين ما يقوله قارئ الطالع وكل ما على قارئ الطالع أن يفعله وقتها هو مشاهدة ردة فعلك لكل ما يقول وهذا مثبت بالدراسات فنحن نستطيع أن نختبر هذه الفرضية بتقييم الجمل التي يلقيها قراء الطالع وبطريقة نظامية لمعرفة كم من الجمل أصابت الهدف وكم من الجمل أخطقت بل لقد تم عمل ذلك بالفعل وتبين أن عدد الجمل التي أخطأ فيها قارئ الطالع بالواقع كثيرة جدا بل هي أكثر بكثير مما يتذكره الزبون حيث أن الزبون سيتذكر الجمل التي أصابت الهدف ومن ثم يبالغ في صحة القراءة وبصورة كبيرة جدا وبصورة لا واعية لكن عندما يتم تسجيل القراءة وحساب عدد الجمل التي أصابت الهدف وتلك التي خابت فالزبون سيندهش بأن عدد المرات التي خابت فيها الجمل أي لم تطبق على حالة الزبون هي أكبر بكثير من التي أصابت الهدف وهناك عامل آخر لا نضعه بالحسبان وهو أننا نميل إلى التقليل في تقدير احتمال أن تكون بعض التخمينات صحيحة وهذا سببه تأثير الفرر والذي تطرقنا إليه في الحلقة الماضية حيث تكون الجمل التي يلقيها قارئ الطالع عامة ومبهمة أو ممكن تنطبق على أي شخص لكننا نأخذها وكأنها تنطبق علينا فقط فكم شخص مننا يعرف امرأة يبدأ اسمها بحرف المين فهذا السؤال قد يبدو وكأنه سؤال خاص لكنه بالواقع سؤال عام ويحمل تخمينات احتمالية كبيرة أو لنقول تاريخ يحمل الرقم ثلاثة فيه فقد يقول لك قارئ الطالع إني أرى الرقم ثلاثة فقد يكون هذا يوم ثلاثة أو هو رقم بالشهر يعني ثلاثين واحد ثلاثين، ثلاثة وعشرين، واحد ثلاثة وهكذا يتوسعون بالاحتماليات حتى تقوم أنت بعمل التوصيلات بين هذا الرقم وبين أحداث لك بالذاكرة هذه التقنية تستخدم بصورة كبيرة من قبل الوسطاء الروحيون أو من يريدون أن يتواصلوا بينك وبين عزيزا لك فقدته وبين روحه يعني وهذه منتشر بصورة رهيبة بأبريكا شخصياً عندي صديقتين واحدة أمها توفت واحدة ابنها توفى الأثنين ذهبوا إلى هؤلاء وتكلموا مع أرواح من يحب واحدة تكلمت مع روح ولدها والثانية تكلمت مع روح أمها ورجعوا مستنسين وقالوا الكثير عن هؤلاء الوسطاء الروحيون فهذا الوسط سيقول لك أني أرى شيء له علاقة بالماء أو أنا أرى باب أحمر أو أرى شخصاً ببدلة رسمية ومرة أخرى قد يبدو لك أن الأمر خاص بك وخصوصاً إذا كان متعلق فيك عاطفياً فتبحث عن واصل بين الميت والماء أو بينه وبين الباب الأحمر أو من كان يلبس بدلة رسمية أو حتى لو كان له أحد المعارف ممن يلبسون بدلة رسمية لكن عندما تفكر بكل أعداد البدل الرسمية من بدلة الدكتور أو كابتن طائرة أو جندي بالجيش أو حتى الزي الرسمي فكل شخص لابد أن يعرف على الأقل شخص واحد يلبس بدلة رسمية يعني هو تخمين عام والآن دعونا نتكلم عن الحكايات الشعبية أو قصص ربات البيوت أو ما يسمونه بالأنكدوت والسهولة سأسميها هنا بالحكواتية فالحكواتية هي بالأساس مشاهدات وتجارب شخصية عشوائية لا تخضع للمراقبة الصارمة والعلماء يستخدمون مصطلح الأنكدوت بطريقة تحقيرية عن قصد ليقولوا بأن هذه أدلة الحكواتية أدلة مشكوك جداً بصحتها لأن المتغيرات فيها أي الأشخاص الذين حكوا الحكاية لا يخضعون للتحكم ومراقباتهم غير نظامية أي لا تتبع نظام معين وسبب كون هذه الحكواتية مشكلة هو لأنها منتشرة بصورة كبيرة مع أنها بالواقع ما هي إلا طريقة للتنقيب باللاوعي لما هو يوافق انحيازنا التوكيدي وعرضه للمؤثرات على الذاكرة ومن بعد انحيازاتنا المعرفية الأخرى بل نحن غير واعين لحقيقة بأننا غالباً لما نتعامل مع الصدف بالبحث في أدمغتنا في عدد كبير من البيانات المخزونة من الأحداث المعيشية في حياتنا اليومية لنبحث بها عن أنماط أو patterns وعليه فرؤية النمط المطابق لما تستقبله أجهزتنا الحسية لا يجب أن يكون غريباً علينا بل علينا بالواقع أن نتوقع أن نرى النماذج في جميع الأبقاد لأن هذا بالضبط ما تفعله أدمغتنا وإذا أردت أن تعرفوا كيف فارجعوا للحلقات القديمة التي شرحنا فيها هذه الأنماط وعليه فحكاياتنا هي طريقة لتذكر ما يصيب الهدف معنا ونسيان ما يخيب وقدرة أدمغتنا لرؤية الأنماط في بيانات كثيرة جداً قد يكون أغلبها غير مرغوب بالنسبة لنا فنتجاهلها بالانتقاء اللاوعي أحياناً تقوم بعض الأبحاث العلمية السيئة باستخدام تقنية التنقيب عن البيانات لاختيار أو العلمية لم يبرد دسوة السيئة باستخدام تقنية التنقيب عن البيانات لاختيار ما تريد منها فقط بصورة مقصودة أي هم يقومون قصداً بعمل مغالطة اليا نصيب فعلى سبيل المثال يقولون لك ما هو احتمال أن تكون هذه الصلة بين هذا الشيء والشيء الآخر في حين أنهم كان يجب أن يسألوا ما هو احتمال أن يكون بين هذين الشيئين أي صلة بالأساس ولذا فعلينا الانتباه لهذه النقطة حتى لا نكون ضحايا خداعهم ولعبهم بالكلمات هذا الأمر ممكن أن يحدث أيضاً بصورة بريئة فعلى سبيل المثال ممكن أن يرى الدكتور مريضاً يعاني من أعراض يراها متكررة في وقت ما بين مرضاه فيجعله يعتقد أن هناك شيء ما بالبيئة مثلاً هو ما سبب انتشار هذا المرض فيقول مثلاً إنني رأيت ثلاث حالات بالشهر من هذا المرض وجميع الحالات تعرضوا لنفس المؤثرات بالمحيط ثم يتساءل ما هو احتمال أن يحدث ذلك بالصدفة المحضة بدلاً من أن يتساءل ما هو احتمال أن أرى أي مجموعة من الأعراض لوقت ما من قبيل الصدفة الأنماط الدماغية والتنقيب عن البيانات تبدو أنها تؤكد مجموعة من البيانات وعليه فالدكتور الذي يرى عدد من المرضى من الذين يشتكون من نفس الأعراض بالطبع لا يجب أن يتجاهل المؤثر بالمشترك بينهما لكن عليه أن يستخدم ما يعتقد كفرضية لا يستهين بها لأنه قد يكون هذا الاعتقاد حقيقاً أي قد يكون هناك شيء ما بالبيئة لكن عليه قبل ذلك أن ينتبه أنه توجد حالات متماثلة لدي وأن يفهم أن الحالات المتماثلة ستظهر بصورة دائمة بالصدفة المحضة ثم عليه أن يتساءل إن كانت هذه الفرضية والتي قام بإيجاد نمط مشابه لها بدماغه حقيقة أم لا وذلك عند مقارنتها بمجموعة بيانات منفصلة للاختبار أي أن الفرضية يجب أن تخضع للاختبار بطريقة أكثر نظامية من مجرد التخمين وهناك مثال لهذه النمدجة أو النمطية من خلال مجاميع بيانات كبيرة والتنقيب عن البيانات بالذاكرة نراه في كتاب ظهر بالأسواق باسم رمز الإنجيل أو بايبل كود لو سوونا جوجل ممكن تقرون عنه أكتر بس ما فعله المؤلف هو أنه قام باستخدام لغرتميات كمبيوترية للبحث عن نماذج حروف بأبعاد متماثلة في الإنجيل وبعد ذلك أخذ هذه الحروف ووصلهم لتشكيل كلمات ومن ثم تشكيل جمل لها معاني وبعد توصيل هذه الحروب والكلمات والجمل اندهش المؤلف ومن معه عندما ظهرت لهم عبارات هم وضعوها في نماذج قاموا يطابقونها مع أحداث تاريخية وهذا النشاط الذي قاموا به في الواقع يقلل من أهمية احتمال أن تكون بعض العبارات قد تشكلت بمحط الصدقة وكذلك يقلل من أهمية قدرات الدماغ لإيجاد النمط لها أو أنماط لها معاني فيما هو عشوائي أي أنهم عندما طابقوا هذه العبارات في الأحداث التاريخية الكثيرة العدد فلابد أن بعضها سوف تتطابق لكننا حال ما نرى أن هناك أشياء تتطابق فهذا فطريا سيجذبنا إلى الاعتقاد بأن ما نشاهده يحمل معنى أعمق مما يبدو عليه وهذا أيضا مثال ساجد على ذلك انتشر منذ مدة حين ادعى البعض أن هناك علاقة ما بين إنجيل الملك كينج جيمز الذي تم نشره بالإنجليزية بسنة 1610 وبين الروائي ويليام شاكسبير فالرواية تقول أن هذا الإنجيل تم ترجمته للإنجليزية عندما بلغ شاكسبير من العمر 46 وأن المزمور 46 من هذا الإنجيل يحتوي على اسم شاكسبير كيف؟ إن قمت بحساب 46 كلمة من بداية المزمور فستكون الكلمة هي شيك أي يهتز أو اهتزاز وإن قمت بعد ذلك بعد 46 كلمة من نفس المزمور لكن من الآخر يعني من آخر السطر إلى الأمام فسوف تجد كلمة سبير أي سهم وعند جمع الكلمتين سترى أن اسم شاكسبير هو ما سيظهر لك طبعاً لا تسألون بالعلاقة بين شاكسبير والإنجيل وهناك ظهرت الكثير من الشائعات في هذا المجال من مثل أن شاكسبير هو من كتب الإنجيل وهناك من قال أنه شارك بالترجمة وهناك من قال أنه تم إلغاء كلمة بالآخر عن النص الأصلي ليبدو الرقم 46 وهكذا لكن عموماً أخذها السدج كأعجاز علمي بالإنجيل كما يفعل فطاحلة الدين من المسلمين ثم يتساءلون ما هو احتمال أن يحدث ذلك وبالطبع سيكون الاحتمال ضئيل جداً إن تم عرضه بهذه الصورة لكن ماذا لو سألت ما هو احتمال حدوث بعض الصدف الغريبة وبما أن هناك احتمالات كثيرة للأمور الغريبة أن تحدث في عالمنا المليء بالغرائب الجواب سيكون بعلو سقف الاحتمال أن يصبح من المعقول أن نقول أن حدوث الشيء بصورة دائمة في عالم يكثر به الأحداث وبصورة مهولة هو بالواقع أمر وارد ولا يدعو للاستغراب هذا ويمكن لبعض البحوث العلمية أيضاً أن تقع ضحية التنقيب عن البيانات على الأقل في الفترة الأولية لها وقبل أن تتعرض لدراسة الأقرام وهذا ما حصل للبحوث الأولية في ما يسمى ESP or extra sensory perceptions أنت لو تدور في الجوجل على ESP راح تلقى أن يقولون لك هناك التجارب التي أثبتت وهناك التجارب التي أثبتت بوجود هذه القوة الخارقة عن بعد والحاسة السادسة وغيرها من الإدعاءات هم يرجعون إلى الـ research أو البحث الأساسي الذي قدمه وهذا البحث يعني في بعض الخلل راح نتكلم عنه بعدين وإذا تذكرون المرة الماضية الدكتور شاهين قالنا أن نسخة بحثه الأولي كان يشوفه الانحياس التوكيدي دون أن يقصد ذلك ودون أن يعيد فما فعله الدكتور هو البحث والتنقيب على ما يؤيد فكرته والتغاضي غير المقصود عما يدحوها وهذا أمر مهم جداً للباحثين أن يدركوا لكي يتجنبوا وقوعهم ضحايا ذلك وهذا اللي حصل مع هذه التجربة الحين نرجع لقصدنا في عالم البحوث الأولية للESP فلقد كان هناك نشاط بحثي باسم البدء والانتهاء الاختيار optional starting and stopping وتبين لاحقاً أن هذه الطريقة اللي راح نشرحها بعدين بالبحث كانت تعتمد على الإسلوب السابج في التنقيب عن البيانات دون أن يعوا من يفعلوا ذلك أنهم هذا ما يفعلوا في هذه التجربة كان الباحثون يقومون باختبار مدعي علم الغيب من خلال لعبة تسمى زينر كارت في هذه اللعبة كان الباحثون ينظرون بالأشكال الموجودة كروت يعني مثل كروت اللعبة العادية في الكارت من الأشكال التي يسحبونها عشوائياً يعني يشوف مثلاً نجمة أو خط منحني أو دائرة وغيرها ثم يركزون عليها بينما يقوم قارئ الطالع بتخمين الشكل الموجود بيد الشخص في الأبحاث الأولية لهذا النشاط وجد الباحثون في البيانات سلسلة من المرات التي أصاب المدعين فيها في وسط البيانات التي جمعوها ولم يصيبوا بالبداية ولا النهاية يعني أخطأوا في كم واحد من البداية لما قاموا سحبوا الكروت أخطأوا في البداية ثم صارت سلسلة أصابوا في أغلبها وبعدين صارت المدة الأخيرة هم خابوا فكانت المجموعة التي أصابوا فيها هي بالوسط ولأن الإصابات كانت تقريباً بسلسلة متصلة في الوسط فهم اندهشوا لهذا الشيء وقاموا بافتراض بأنه قد تكون الرياضة الدماغية مثلها مثل رياضة فيزيائية يعني تحتاج لفترة التسخين وفترة الكول دام لأنه يتعب الدماغ بعد فترة وأن هذا ما سبب عدم الإصابة بالفترة البداية والفترة النهائية من التجربة والإصابة بالوسط بصورة تعلو على كونها مجرد صدفة لأنها كانت متسلسلة هم عملوا ذلك دون أن يعوا بأن ما يفعلوا هو بالحقيقة التنقيب عن البيانات الصائبة أشوائياً في مجموعة كبيرة من البيانات وإذا نظرت للمجموعة من البيانات برمتها على طول التجربة فلن تجد زيادة بالإصابة إذا خذيت يعني كل المرات التي أصابوا فيها وأخطأوا فلن تجد زيادة بالإصابة بالإضافة لذلك لم تعود المرات الصائبة في وسط البيانات هو الوضع عند إعادة التجربة مرات أخرى عشان تشيري أنت عندك الـ peer reviews أو تجربة الأقرار فإذا تم التجربة من ناس ثانين على مدار هذا وبينت أنها هذا اللي تحصل عليه كل مرة فأنت تأخذها على أساس أن الفرضية صحيح لكنها لم تكن كذلك مع الـ peer review وهذا بالنهاية ما قتل فرضية البد والانتهاء الاختياري بالمهد لكن أصحاب الـ ESP لا زالوا يستخدمون الأبحاث القديمة ليقولوا بأن الـ ESP حقيقة وظلت هذه الطريقة المثال واضح على أهمية البحث في عدم الوقوع بهذا الخطأ أغلبنا قد سمع عن نوسترداموس أو قد قرأ عنه وقرأ عن تنبؤاته واندهش كيف أنها لا تخيب سوري لكن ما لا يعلمه أغلبنا أننا بالواقع نقوم بتحديث ما قاله نوسترداموس من قبل خمس قرون تقريبا فنحن ننظر إلى ما قاله منذ زمن بعيد لنركبه على أنماط نتعرف عليها بالزمن التي أتى بعده وهي أيضا طريقة للتنقيب ببيانات مهؤولة من قصص الحوادث التاريخية فنسترداموس كان شاعر مشهور بكتابة الرباعيات يعني مثل مثل الرباعيات الخيام لكنها امتازت بكون أغلبها تنبؤات زئبقية وغير واضحة وهذا مثال على أحد أشعاره راح أقرأ لكم يا بالإنجليزي وبعدين أقرأ الترجمة للي حب الترجمة تابوت في مدفن حديدي مسجون به سبعة من أبناء الملك وفي الأعماق الجهنم سيأتي الأجداد والسلف ينتحبون لرؤية الموتى من الخلف وهذه ترجمة شخصية لشعر جميل ممكن أن يسرح بالخيال لرؤية ما تطابق معه من الأحداث منذ زمن نسترداموس حتى زمننا هذا وهو زمن طويل مليء بالأحداث بحيث يصبح من السهولة بمكان أن نجد أنماط تاريخية لأحدها أو نطابقها بالأحداث فنؤكد النبوء لكن المشكلة التي يواجهها من يعتقد بنبوءات نسترداموس هي أنه تنبأ كثيرا ولذا فمن السهل عليه أن ينظر إلى أي شريحة من التاريخ البشري ليرى الأحداث التي تبدو أنها متطابقة مع ما ذكره وهو بصورة غير واضحة فتتثبت عنده العقيدة هذا على الرغم من كون الأوقات التي تنبأ بها نسترداموس بأمور خاصة أي أنه ذكر اسم معين أو مكان معين أو تواريخ معينة فتنبؤاته لم تصل لكن الناس لا يرون ذلك بل ينظرون للتطابق بعد حصول الحدث وعلمياً تطابق الشيء بعد حدوث الحدث ليس تنبؤ جيدين نظرية صحيحة بل عليك أن تتنبأ بالشيء بالمستقبل والناس لم يتمكنوا من عمل ذلك قبل حدوث الأحداث مع ما ذكره نسترداموس وهذا أيضاً نجده صحيحاً مع مدعي الإعجاز العلمي بالقرآن فبعد أن يكتشف العلم تفسير لظاهرة ما يتصايح مدعي الإعجاز العلمي من القرآن بأن ذلك كان موجود بالقرآن أوه من 1500 سنة كان موجود هذا الشيء وهنا ينتقل بنا المؤلف إلى موضوع العشوائي فيقدم هذه الرياضة الدهنية والتي أرجو ممن يسمعنا الآن ومن سيسمعنا بالمستقبل أن يقوم بها مستعدين؟ أوكي الآن اسمعوني جيداً أريدك أن تفكر وبصورة سريعة جداً بسلسلة عشوائية مكونة من عشرة أرقام بين الصفر وتسعة هل فعلت؟ في الغالب لم تستطع أن تفعل وأن السلسلة التي فكرت بها ليست عشوائية وهذا طبيعي فنحن قدراتنا للتفكير بالعشوائية من الرداءة لدرجة أننا غير مؤهلون بأن نأتي بسلسلة عشوائية من الأرقام لا نستطيع أن نعمل ذلك وبسرعة نحن نميل إلى أن نقوم بتناوب أماكن الأرقام بالسلسلة أكثر من قدراتنا على جعلها عشوائية وذلك لأننا نتجنب تكديسها في كتل تبدو عشوائية لنا وهذا راجع لكون إحساسنا الداخلي السادج بالعشوائية هو مختلف عن العشوائية الرياضية لزيادة التوضيح لنأخذ منظر السماء بالليل كمثال فالنجوم بالسماء منتشرة بصورة عشوائية أي أن الأبعاد بينها ليست متساوية ولو كانت هذه الأبعاد متساوية بين النجوم لرأيناها تبدو كنماذج شبكية مثل ما هو موجود في فيلم مش مثلا النقطة التي يريد المؤلف أن يوصلها لنا هي أن النجوم تأتي بصورة تتكتل فيها بطريقة عشوائية لكننا لا نرىها كذلك بل نرى نماذج في هذه العشوائية من التكتل نسميها الأبراج أي العقرب والدلو والجوزاء إلى آخر ليس فقط ذلك بل أيضا نعطي معنى لهذه النماذج وهذا ما يسميه الرياضيون بالوهم التكتلي وهذا يحكس إحساسنا السادج بكيفية التكتل العشوائية ومثال آخر نراه بالأمراض فالأمراض تتكتل ولا تنتشر بصورة متساوية بالمجتمع بل بعشوائية المركز الأمريكي للتحكم بالأمراض والتي هي الجهة التي تعني باقتفاء أثر الأمراض كالسرطان مثلا وجد أن هناك أمراض تتكتل من وقت لآخر بصورة عشوائية وأن أغلب ما تم تسجيله لديهم من الحالات كانت مجرد صدف إحصائية وليس لتكتلها سبب معين أو للبيئة آثار حقيقية عليها لكن الناس الذين يرون تكتل المرض في محيطهم يصبح لديهم اعتقاد قوي بأن هناك شيء ما سبب هذا التكتل فأن كنت اشتكي من مرض غير شائع وجارك أصيب بنفس المرض غير الشائع مثل لوكيميا مثلا فمن الصعب أن تحرر نفسك من الاعتقاد بأن ذلك لا يمكن أن يكون صدفة لابد أن شيء في محيطكم ما هو ما كان السبب بهذه الإصابة وذلك لأننا طبيعيا مهيئين بهذا الاعتقاد لكن فقط بالتحليلات الشاملة الصارمة النظامية والموضوعية نستطيع أن نعرف إذا كان هذا التكتل عشوائي أو كان من تأثير واقعي لشيء ما بالبيئة هذا مثالا شائعا آخر من عالم الرياضة في كرة السلة يوجد على سبيل المثال من يعتقد بما يسمى بتأثير اليد الساخنة وهذا الاعتقاد يقول بأن اللعب الذي يصيب ذاك اليوم الهدف في بداية اللعبة فلابد أن يكون اليوم يوم الحظ عنده والحظ ملازمة بذلك اليوم وأنه كلما تأتي الكرة بيده فأنه بالتأكيد سيصيب الهدف ولذلك تجد بقية اللاعبين يمررون الكرة له حتى لو كان هناك لاعبين أقرب من الهدف وعندما تم تحليل الموضوع إحصائيا أي هل بالفعل هذا الاعتقاد صحيح أم لا وجد أنه لا يوجد أي تأثير لليد الساخنة بل أن الأمر عشوائي فلو كان اللاعبون لديهم يد ساخنة وباردة بعيدا عن العشوائية فسوف يحققون أهداف أكثر ومن مسافات أبعد عما يتم التنبؤ به مع العشوائية لكن البحوث الكثيرة في مجموعات من البيانات الكبيرة والتي تمت بصورة صارمة بالدقة كلها أثبتت بأنه لا يوجد أهداف عن بعد وأن عدد إصابة الهدف أو عدم إصابته هو بالضبط ما سنتنبأ به أن أدخلنا العشوائية لكن مع ذلك فالاعتقاد باليد الساخنة بين اللاعبين والمشجعين هو أمر في غاية القوة ومن الصعوبة بمكان أن تزعزع هذا الاعتقاد ويقول المؤلف أنه شخصيا حاول أن يبين لأحد المشجعين وبكل ما أوتي من حجة وأحصاءات بأنه لا يوجد تأثير لليد الساخنة وفشل فهؤلاء حتى لو فهموا الأحصاءات لكنهم لا يستطيعون الاعتقاد بأن لا يوجد أثر بذلك بل لابد أن هناك شيء ما يصاحب من يصيب الأهداف الأولى وهم بهذا يكون واقعين ضحايا الاستكشاف المتوفر الذي قمنا بشرحه بالمحاضرات السابقة وقد يصلوا إلى استفسارات لكثرة إصابات اللاعب للهدف بيوم ما وعدم إصابته بيوم آخر بكل سهولة وهذا التفسير قد يأخذ السيناريو التالي فعندما يبدأ اللعب بهدف للفريق فهذا من شأنه أن يزيد من ثقتهم بأنفسهم وهذه الثقة تجعلهم يحسنون اللعب وطبعا عندما لا يصيبون الهدف فالسبب ممكن يكون هو ثقتهم الزائدة بأنفسهم أما أن أخطأوا الهدف منذ البداية فهذا من شأنه أن يزعزع ثقتهم بأنفسهم وهذا ما يجعلهم يخطؤون الهدف بالمرات القادمة وهذه الظاهرة أيضا تستخدم بصورة عكسية أي عندما يخطأ فريق ما أهداف كثيرة سيقول المشجعون واللاعبون أنهم بالتأكيد سيقومون بالإصابة لأنهم خسروا الكثير وإذا أصابوا كثيرا سيقول الآن سيخطؤون لأنهم أصابوا الكثير وهذه التفسيرات المتناقضة ممكن أن تستخدم لتفسير أي شيء يحدث في حياتنا لأن إحساساتنا الداخلية تريد أن تضيط شيء من المعنى للأحداث التي تم أثباتها أحصائيا بأنها مجرد مجموعة عشوائية لا تتبع وتيرة معين ومن تراثنا الشرقي أستطيع أن أجد بعض الأمثلة من مثل أنه عندما تسمع خبر جيد في أول النهار فأنت تتفائل وتوقع أن تأتيك الأخبار سعيدة أخبار سعيدة على الأقل ليصبح عددهم ثلاثة وعندما تسمع خبر سيء من الصبح فأنت تقول يا فتاح يا عليم وتتوقع أن يكون يومك مليء بالأخبار السيئة أو شؤ بل أنك تنتظر الخبر السيء التالي وتتوقعه وهذا هو ما يسمى بتأثير اليد الساخنة وهذا يظهر كذلك بالقمار فالقمار ما هو إلا رياضة كبيرة في علم الاحتمالات وصالات القمار يعتمدون على حقيقة أن الناس سيئين جدا بحساب الاحتمالات وفي الواقع يوجد مغالطة تسمى مغالطة المقامر فإن قمت برم قطعة معدنية أخذ قطعة معدنية شري ورميها لما تسقط للأرض وحصلت على صورة عشر مرات متتالية فما هو احتمال أنك تحصل كذلك على الصورة إذا رميتها الوقت الهدعش إحساسنا الداخلي سيقول لنا أن الاحتمال أقل من خمسين في المئة حتى لو كانت كل رمية تختلف عن غيرها فاحتمال أنها طلعت عشر مرات صورة وأنها تطلع على الهدعش هي أقل من خمسين بالصورة وأكبر هالمرة للكتابة أي أنه آن الأوان للكتابة أن تظهر بعد ظهور الصورة عشر مرات أو قد تعتقد أن اليوم يوم الصورة فهناك ستعتقد أن احتمال أن تظهر الصورة في الرمية القادمة هي أكثر من خمسين في المئة يعني ممكن تفسرها بأي طريقة أي تستخدم المنطق المعاكس أيضاً لكي تفسر حصول على الصورة أو الكتابة بالرمية القادمة لكن الإجابة الحقيقية لهذا السؤال هو 50% أي 50% بكل من الصورة والكتابة بغض النظر عن المرات الرمية ويقع الشخص في مغالطة المقامر وهو لا يعي بأن أي رمية للعملة لا تعتمد على ما قبلها أو بعدها وأن النتيجة دائماً 50% لكل من الوجهين وهذا طبعاً على افتراض أنه لا يوجد غش أو خفة يد في طريقة الرمية أو عملة أما ربط كل رمية مع الرميات السابقة أو اللاحقة فمرده هو التفكير السحري أي إحساسنا بأنه يوجد يد خفية تتصرف بالعملة حتى لو لم نعترف بذلك يعني أفهند لكن هذا هو طريقة تفكيرنا والمقامر مثله مثل الرياضي لا مناعة لدي من هذا التفكير السحري لكي يشعر بنوع من التحكم في عشوائية الأحداث نحن لا نحب العشوائية نحب أن نتحكم بالشيء ولذلك نفترض هذه الأفتراضات وإذا أصبنا نشعر بالراحة لأن هذا يؤكد ما كنا نعتقده وهو يعطينا الإحساس بأننا قادرين على التنبؤ بأي نتيجة ترجحية هناك مؤثر إحصائي آخر من النوع الذي يؤثر ودون أن نعي على تبكيرنا التحيزي أو يجعلنا نخترع تبسير لحادث إحصائي وهذا يسمى علميا regression to the mean أي التقهقر إلى القيمة الوسطية وهذه الظاهرة تشبه ترنح الشخص السكران إلى اليمين وإلى اليسار قبل الرجوع إلى الوسط أو ممكن أن نرى كرسم بياني يقدر معدل المرات التي يحدث به الشيء مع المرات التي لا يحدث يعني ممكن يكون كيرف شدي مثل الناقوس يصعد فوق وينزل تحت فيكون الوسط هو الجزء الوسطي أو ممكن أن نقيس به معدل الأداء لرياضي مشهور فلنقل على سبيل المثال قدرة رياضي مشهور بكرة القدم على إصابة الأهداف فقد يكون لهذا الرياضي موسم استثنائي يعني هو نعرف أن هذا هو متوسط أداء فمن السنين الماضية ومن الحين كلنا نحسبها فنعرف متوسط أداء لكن لنقل مثلاً هالسنة كان عنده موسم استثنائي أي أنه إن أردنا أن نقيم أراد على رسم بياني لما يسمى بإنحناء الناقوس فسوف نرى أنه وبصورة عشوائية ارتفع أداءه على هذا المنحناء إلى أن وصل إلى القمة لكن ذلك لن يبقى بهذه الصورة بل في الغالب سينزل من القمة بالسنة القادمة أو يتقهقر إلى متوسط أداءه في السنوات السابقة وهذا أمر عشوائي طبيعي مثل حركة البندول وذلك لأنه منطقياً حدوث حادثين غير محتملين أحصائياً في الغالب لا يحدثان بصورة متتالية وعليه فاللاعبين الذين يكون أداءهم أعلى من متوسط أداءهم العام من الطبيعي أن يتقهقروا لمتوسط أداءهم بالسنوات السابقة ولكن عندما يحدث ذلك أي عندما نرى تقهقر أداء اللاعب بعد أن كان أداءه استثنائياً فنحن لا نتقبل ذلك بل قد نقوم باختراع كل أنواع التفكير السحري لكي نفسر سبب ما يحدث بدل أن نرجع لمجرد قانون العشوائية ومن أمثلة هذا التفكير السحري هو ما يسمى بشؤم أو معروف بالرياضي بشؤم Sports Illustrated Magazine اللي هي جريدة يضعون فيها اللواعيب الاستثنائيين يعني فبعد أن يظهر اللاعب على غلاف مجلة Sports Illustrated على أنه لاعب السنة فأداءه سيتقهقر وستكون سنته القادمة سنة شؤم وهذا الطبيعي وسببه هو التقهقر للمتوسط وليس أي شيء سحري ولا يحتاج أن نقترض أنها ضربة عين أو إصابة الشؤم أو حتى نتصور أن اللاعب صار لديه كبر أو عدم اهتمام أو أي شيء إما هذا القبيل فالأداء الجيد وفوق المتوسط في سنة ما تقريباً غالباً ما يتبعه تقهقر ليصل الأداء إلى المتوسط في السنوات اللاحبة معرفة الحسابات والأمور الرياضية أمر في غاية الأهمية لكي يكون لدينا أحساس بالعالم فنحن نحيا وبصورة كثيرة بعالم رياضي فالرياضيات هي اللغة التي تفسر كيفية عمل الأشياء حولنا لكن علينا بنفس الوقت أن ندرك كم نحن ضعيفين في الحساب فنحن لم يتطور لدينا الأحساس التطوري العالي بالرياضيات والحل للتغلب على هذا التناقض يعتمد على أمرين الأول يسمى بالإدراك الماورائي أو متا كوغنيشن أي فهم عيوب ميولنا الإدراكية أو التفكير بالتفكير والثاني هو التعويض عن ما ينتج عنها من أحاسي السادجة بالتحليلات الرياضية الشرعية كيف؟ هذا ما سنراه يتكرر كثيرا في هذا الكورس الخاص بالتفكير النقلي أي نحن سوف نتعرف على العيوب الإدراكية لدينا والعمليات السادجة لأدمغتنا ومن ثم سنعوضها بالعمليات الشرعية السليمة للمنطق كي تحررنا من هذه العيوب والحلقة القادمة ستكون عن نحو تقديرا أفضل لما هو محتمل هذه طبعا كانت أقصر من المرات الجاية بس هي شوية عميقة فضل أبا الحكم ترجمة نانسي قنقر